السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصدقائي وزملائي العزاء. اخباركم ايا يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة معدنا اليوم مع معلومة كل يوم اللي بتهمينا في مجال مقافحة الشرطة الصحة لأما. هاخلكم النهاردة تمرين عملي ليا زيارة. ودي اخر زيارة اللي هي في مزرعة القبل اللي متابعني من الفيديو السابق. تمام? دي زيارة رقم اربعة ليا في المزرعة. هل تعالوا معيها نتشوف هنعمل ايه النهاردة في الزيارة الاخيرة. تمام? وإيه اللي تلعناه من الزيارات السابقة. اللي بشفتنا الاول مرة. يا رجل ما تنساش تشارك في القناة وتفعل زر الجرس وتشارك الفيديو مع الغير علشان فائدة العلم الزيد. تعالوا بنا نكمل ونشوف هنقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم اصدقائي وزملائي العزاء. اخباركم ايا رب تكونوا بخير. اللي كانوا تابعني من الفيديو السابق ليا كنت عامل الفيديو لنفس المزرعة دي في اول زيارة ليا. تمام? وقلنا ان في اماكن مسحتها كبيرة ما ينفعش اغطيها من اول زيارة. لازم ااجي في زيارات متتال علشان المشكلة كانت كبيرة. فعلشان احل المشكلة دي مش هينفع معي اجي مرة او اتنين. تمام? احنا هنا في المزرعة دي كان عندي مشكلة رئيسية التعبان كثير. بعد منقشتي وده لازم يحصل. مع اي مهندس جديد? جديد في المكان. تمام? انه هو لازم يسأل ويستفسر من العميل. ايه المشاكل اللي موجودة عنده غير التعبان? لما احنا بدأنا نناقش العميل بتاعنا عرفنا ان الفران هنا كتير. تمام? واحنا عارفين طبعا كناس متخصصة السلسلة الغذائية التعبان من اهم الوجبات الرئيسية له الفار. تمام? فعلشان نشتغل صح على التعبان ونجيب نتيجة في اصرع وقت لازم نشتغل على الفار. وده اللي احنا فعلا بدأنا نعمله. من اول زيارة بدأنا نشتغل على الفار ونكسف شغلنا على الفار. تمام? علشان شئ بديهي التعبان لما يجي مش هلاقي اي غزة ليه هيبدأ يبعد عن المكان. طبعا المصدر التاني والمصدر الرئيسي لوجود التعبان المية وفرة المية. كنا احنا لو متابعنا برضو اول مرة كان عندي مشكلة رئيسية هنا. المية العميل نفسه مش قادر يسيطر على ان هو يخزنها في مكان يبقى بعيد عن وجود التعبان او الفار. ما يستخدمهاش يعني. بالفعل لدينا طريقة تخلينا ان تخلي العميل ينزل المية عادي يصرف المية عادي وبيعيد خالص عن ان هو الحشرة توصل لها التعبان او القار دي يعني. تمام? بالفعل جينا النهاردة في اخر زيارة ولقينا حاجة غريبة جدا ان العميل اللي بيقولها لي. بيقول لي التعبان قل والفار كمان قل. هو اساسا ما كانتش يعارف ان احنا بنشغلها الفار. لكن آآ لقيته النهاردة بيقول لي اللي ان التعبان قلت ان العميلين اللي في المكان هنا في المزرعة بحكم ان هما عادين في المزرعة اربعة عشرين ساعة فبيشوفوا او اكتر ناس عارفين ان الحشرة دي زادت او قلت. فبنقشتهم قال لك لا فعلا التعبان قلت والفرن قلت. فاحنا عارفنا الحمد لله ان احنا شغلنا جاب نتيجة احنا على مدار الاربع زيارات يعني دي رابع زيارة اللي هي لنفس المكان. على مدار الاربع زيارات جبت عشرين فار من نفس المزرعة. تمام? وطلعنا اربع تعبين. تمام? آآ التعبين بس احنا ما كناش بنصورها لان العامل اللي ما كان بيشوفها ميتة كان بيتخلص منها. فاحنا لو بنيجي الزيارة اللي بعدها المفروض برضو تواعي الناس بتوعك او تواعي العاملين ان هو ما يرميش الفار لازم انت تيجي بنفسك تشوف تعرف الفار ده العامل اللي موته ولا بفعل المبيد والطعوم اللي انت حضطها. تمام? عاوزين يعرف حاجة مهمة جماعة جدا. آآ مصادر الاصابة. علشان تشتغل. وعلشان تلاقي نتيجة في اسرع وقت. لازم تحل مصادر الاصابة. في اي ما كانت بتشعر الفين. يعني لما كنت هنا اول اول زيارة كان في مصادر اصابة كتير. كان المية بالنسبالي انا مصادر اصابة. تمام? ان هو يجي بتتعايش عليه. تمام? الاكل والشرب العلف بتاع الحيوان نفسه بتاع القبل آسف بيتعايشوا عليه. تمام? الفار بيتعايشوا عليه. فانت لازم تتعامل على مصادر الاصابة اللي موجودة عندك. وتقفلها كويس جدا. تمام? اه. احنا بقنا ايه? لو كان لحد بيشوف الدرام ده اول مرة ما كانش دي فكرة اصلا الشغل بتاعه. كان في نازل على الارض. تمام? وعملينه مجرى. وخلاص كده. فطبعا ده ما ينفعش. فبدأنا نفكر تفكير بديل. نعمل ايه? في نفس الوقت. ينزل المية. ويعمل اللي هو عاوز يعمله. ولكن بيعيد عن الفار وبعيد عن اي حشرة ما تتغزاش على المية اللي موجودة. تمام? بعدنا نقفل المصادر بتاعتنا ونحولها لايجابيات في صفنا احنا علشان نلاقي نتيجة ملموسة من قلة الحشر اللي احنا جايين نتعامل عليها في اسرع وقت ممكن. والعميل اكتر واحد هيحس بالموضوع ده. يعني بحكم ان العمالة هنا في المكان زي ما قلنا اربعة عشرين ساعة متواجدة هي اكتر ناس هتقدر تقيم جودة الشغل التاعي اللي هي لقيت تعبان كتير او لقيت تعبان قليل. لقيت الفران كتير او لقيت فران ولا اي لا. لما باجي بناقش العامل اللي موجود كل مرة ايه الاخبار شفت ايه ما شفتش ايه. تمام? اللي شفته كبير ولا صغير. شفته في اني مكان. الحاجات دي كلها السجال اللي بيحصل ما بيني وبين العميل. بيوصل لي معلومات اندي هبدأ اشتغل عليها وهبدأ اغير خطتي تمام الجديدة. انا دلوقتي حسب العميل. العميل بيقول لي المشكلة زادت بس في الاتجاه ده بابدأ اتعامل في الاتجاه ده. تمام? الاصابة غيرت اتجاه المكان تاني بروح للمكان التاني وطوق. الامكان كلها علشان ما يبدأش ينتقل من مكان للمكان تاني. لازم دايما وانت بتشتغل تسبق الحشرة بخطوة. ما تستناش الحشرة هي اللي تسبقك او التعبان او اي ان كانت تتشتغل لي. لازم تسبق اللي قدامك بخطوة. علشان شغلك يبقى مؤثر وشغلك يبان في اسرع وقت ممكن. بدل ما العميل يتزمر منك وتقفف منك. لا يشكرك ويجيب عميل تاني وثالت ورابع عن طريق شغلك المحترم وشغلك الكويس. تمام? ما تنساش. بتشتغل يبقى لازم تقفل المصادر بتاعتك وانت بتشتغل. علشان تبقى ماشي في خط متوازي في طريقة للنجاح. تمام كده? لازم بس كده من اول زيارة عشان تنتقل لاخر زيارة على خير وتلاقي نتيجة ومحاصلك وعيسة جدا تطلع بيها والعميل يشكرك ويقول لك فعلا جزاك الله كله خير على الشغل والتعب اللي انت عملته طول الفترة اللي فاتت. طبعا علشان تشتغل تحت تقس الحرارة العالية ديت. وبتيجي في مكان مزرقة كبيرة بالحجم اللي احنا شايفينه قدامنا. ما شاء الله على الابل الله هو اكبر. ربنا هيصنهم ويحرصهم. تمام? بنتابع شغلنا. بتبقى مزرج على اداء تفصيلة. اداء تفصيلة تبص عليها. تشوف تشوف الزيبلي الفار موجود ولا لا تشوف حجم الزيبلي ده كبير ولا زغير. تشوف المرونة طاعت الزيبلي نفسه. الفار ده موجود من فترة قريبة ولا الزيبلي ده ناشفة متحجر. فالموجود الفار ده كان قديم. تمام? التعبان المكتشف صغير ولا كبير حجمه اي نوعه ايه? قناة عليه هتبدأ تحط الخطة بتاعتك بتاعت الاربع زيارات او الخمس زيارات حسب ما انت بتتفق مع العميل بتاعك على الشغل ده. تمام? المهم ان نهاردة الحمد لله ربنا ارادونا بكلام العميل كان طبعا يدي تخاؤل على الصبح كده ان هو الفار قال والتعبان قال. فاحنا عارفين ان احنا شغلنا الحمد لله بيجيب نتيجة. تمام? والعامل بيشكر وبيمضح فينا. لكن لو في مشكلة العامل هيبقى متأفف ومتزمر ان في لسه مشاكل بالرغم من زياراتكم المتكررة لنفس المكان. فالمهندس الشاطر يجي يعرف بالزبط هيشتغل على ايه? ويحدد خطته بالزبط. والزيارات المتتالية بيبدأ يغير في الخطة لو فيه ضرر او فيه خسور في المشكلة دي. تمام يا جماعة? فلازم تبقى انت موهي الناس بتوعك. مضرب الناس بتوعك على مختلف انواع الحيوانات والحشرات والزواحف. يتعامل ازاي مع الحشرة? يتعامل ازاي مع الكائن الحي? يعرف يجيبه ازاي? يعرف يحدد. حجمه? يعرف يحدد. كسافته? يعرف يحدد. هيشتغل عليه بأين طريقة? ازاي? لازم تستثمر كمهندس مع الفني اللي معاك. هو اللي معاك. هو اللي هيبدأ يشتغل اكتر شغل على الهاتف الناس دي. فلازم تبقى معرفه علشان ما فيش ضرر يصيبه. ما ينفعش ان انت تبعد نفسك عن الضرر وخلاص. لك لأ مش مشكلة هو. لأ. هو وانت في حلقة واحدة. ما ينفعش ان انت تحجب عنه معلومة بتوقي شر مشكلة تحصله لقدر الله. تمام? فلازم نوعي الناس بتوعنا اشتغل ازاي? واتدربه وترفع مهاراته علشان يبقى عينك اللي بتشوف بيها في اي مكان انت بتشتغل فيه. تمام? اه اللي عنده اي تساؤل يسألني اللي انا هرد عليه. اللي عنده آآ ياريت استاذنكم بعد ازنكم يعني بلاش اللي بيشوف الفيديو واول مرة اشوف الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرز وشارك الفيديو مع الغير علشان فايدة العلم يتزيد لمختلف الناس لمختلف البلد. تمام? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.